السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب قلة حركة الجنين في الشهر الخامس من الحمل تبدأ حركة الجنين في رحم أمه في أواخر الشهر الرابع من الحمل وبحساب أسابيع الحمل فالحامل تشعر بحركة الجنين بين الأسبوعين الثامن عشر والثاني والعشرين من الحمل في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل تشعر الحامل بحركة الجنين بشكل يومي وإن لم تشعر بحركته يوميا فيجب أن تذهب إلى الطبيب إذن لماذا تقل حركة الجنين في الشهر الخامس من الحمل؟ قد تقل الحركة بسبب وضع المشيمة حيث أنها في الشهر الخامس قد تصبح على سطح العلو للرحم مما يقيد حركة الجنين وأيضا يمكن أن تقل الحركة بسبب زيادة وزن الأم في الشهر الخامس ويمكن أن تقل الحركة في الشهر الخامس بسبب نقص السائل الأمينوسي حول الجنين وإليك بعض الأطعمة التي تزيد من حركة الجنين الفواكه والمكسرات اللبن والزبادي العسر الشوكولاتة العصير الطبيعي المحتوي على سكر الفواكه لأن سبب توقف حركة الجنين هو هبوط السكر عند الحامل في نهاية الفيديو لو عجبكم يلي تدعونوا لك وكومنتوا وتشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ